على كل هذه النقاط سوف نناقشها مع ضيفنا من واشنطن السفير أعدام إيرليأس للمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية سيد أعدام أهلا بك معنا في هذه النشرة في الأخبار ليلى على شاشة الحدث تهديد الولايات المتحدة بأنها ستضع عقوبات على المستوطنين تشمل عدم إعطائهم تأشيرات للدخول إلى الولايات المتحدة هل هذا فعلا تهديد راضع لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين؟ حسنا أنا لست مستوطن إسرائيلي ولست أدري ولكن آمل أن يكون ذلك راضعا ولكن ما يحدث في الدفة الغربية أمر مروع وما هو مروع أيضا بكل صراحة هو أنه لا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تسائل هؤلاء الأشخاص فإدارة بايدن دعت نيتنياهو لمقادات المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين إذن أولا وقبل كل شيء أقول هذه أولا مسؤولية حكومة إسرائيل التي عليها أن تنفذ حقوقها ضد مواطنين إذا لم تتبكن من ذلك في الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات مثل عدم إصدار تأشيرات لهؤلاء المستوطنين تمنعه من الدخول إلى الولايات المتحدة لكن ليس واضحا بالنسبة لي بأن هذا الإجراء سوف يؤتي نتائج مهمة فالكثير من المستوطنين هم مزدوجوا الجنسية وهم بالتالي لا يحتاجون للتأشير لدخول إلى الولايات المتحدة وبالتالي ما سطيع أن أقوله هو أن ما تقوم به إدارة بايدن أنه أفضل من أن لا تقوم بأي شيء ولكن بالتأكيد هذا هو أقل مما يمكن للحكومة الإسرائيلية تقوم به هو بطبيعة الحال تأتي المقابلة الآن مع حضرتك بظل تصريحة للخارجية الأمريكية التي تقول فيها أن خطوات الحكومة الإسرائيلية لمواجهة عنف المستوطنين هي غير كافية وبالتالي ما تحدث بها حضرتك حول أنها مسؤولية أصلا الحكومة الإسرائيلية ولكن كم هو خطير تساعدت السفير أنه اليوم اعتداءات المستوطنين عدد كبير منها يحصل بمرافقة القوات الإسرائيلية أولا وثانيا بأسلحة رخصت السلطات الإسرائيلية لهم استخدامها هذا صحيح هذا صحيح في الواقع على حد ما تذكره فإن الولايات المتحدة قد قالت إنها تعارض النشاط الاستيطاني وعلى أقل خلال الخمسة والعشرين وثلاثين عاما الماضية كان هذا هو الموقف الأمريكي لكن إسرائيل واصلت توسيع المستوطنات وكذلك دفع الفلسطين إلى النزوح القصري كجزء من استراتيجية الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على الأراضي وبالتالي فلست أدري ما يمكن للرئيس الأمريكي أو إدارة أمريكية أن تقوم به فهذا أمر محبت ولكن نرى أن هناك طبعا عدم توفر القدر على وقف هذا السلوك ولكن هذا جزء من الحكومة الإسرائيلية من الهيئة القضائية إلى الجيش إلى الأجهزة الأمنية الداخلية إلى الأجهزة المالية كل هؤلاء يدعمون توسيع المستوطنات ويدافعون على المستوطنين مهما فعلوا وبالتالي فالفلسطينيون هم يقاتلون ويكافحون ضد ما أستطيع أن أصفه بالجهاز المدني الصارم والقاسي السؤال الموجود دائما سعد السفير أن الولايات المتحدة بلحظة يمكنها أن تضغط على السلوطات الإسرائيلية وفي لحظة أخرى تقول نحن نحاول الضغط ولا استجابة من إسرائيل أين تقف الولايات المتحدة فعليا سياسيا مع إسرائيل؟ هل هي قادرة على الضغط أم لا؟ أعتقد أن الضغوط التي يمكن للإدارة الأمريكية ممارستها هي محدودة للغاية ومن الواضح أن الولايات المتحدة تقدم حوالي أربع مليارات كقيمة للمساعدات العسكري وغيرها إلى إسرائيل ولو توقفت هذه المساعدات فإسرائيل ستواصل القيامبات تريده وهذا موقف في الواقع لن يحدث فعلى الصعيد السياسي الولايات المتحدة لن توقف على الإطلاق المساعدات التي تقدمها إلى إسرائيل وبكل صراحة لا أعتقد حتى وإن قمنا بوقف هذه المساعدات نظريا بأن ذلك سيؤثر على إسرائيل بالقدر الكافي حقيقة الأمر هي أن إسرائيل ترى فينا كسبيل لضمان الدولة وهذه هي النقطة الأولى أما النقطة الثانية فأني آمل حقا وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون ورد أن يغير السابع من أكتوبر المعادلة معادلة التفكير وكذلك تقييم المخاطر مقابل المكافآت فإسرائيل عليها أن تدرك الآن بطريقة لم تفعلها قبل السابع من أكتوبر أنه إذا واصلت العيش إلى جانب مواطنة فلسطينيين تعرضوا للقمع من خلال تدابير الأمنية التي قامت بها حكومة إسرائيل ردا على الهجمات الفلسطينية هذا وضع غير مستدام ولا يمكن لإسرائيل أن تواصل العيش في كنف الخوف من جاريها وبالتالي فالتسوية تصبح أكثر ضرورة وربما أكثر ترجيحا هذا في الواقع هو الحل على المدى البعيد لهذه المشكلة طيب بنسبة كذلك لليوم استمرار عملية عسكرية تقول واشنطن والخارجية الأمريكية أن نتوقع مقتل عدد من المدنيين نتوقع استمرار إسرائيل بهذه العمليات هذه الواقعية السياسية بالتصرحات الخارجية الأمريكية أحيانا هي غير مفهومة سعادة السفير فعليا لأنه اليوم في وضع إنساني صعب جدا لا يحتمل وبنفس الوقت مازال حديث السياسي وكأنه نحن نتحدث عن حرب مات فيها ثلاثة أشخاص صحيح هذا الكلام ولقد دعبت على القول هذا على مدى أسابيع طويلة وهو أن الولايات المتحدة يبدو أنها تقول أمرين متناقضين فمن ناحية تقول إن إسرائيل لديها الحق في دفاع عن نفسها وهذا يعني ضرب حركة حماس والولايات المتحدة تدعم هذا التوجه حسنا ولكن في نفس الوقت تقول ويات المتحدة لا يمكن لكم أن تقتلوا الفلسطينيين وعلى الرغم أن ندعمكم للقضايا حماس عليكم أن تحموا المدنيين الفلسطينيين وتحميهم وتضمنوا أن السكان المدنيين في غزة لا يتعرضون للأذى لا يمكن أن ينجح الإسلام في هذين المصارين والوضع الذي نحن فيه هو أن الأمريكي يريدون من إسرائيل أن يقوموا بكل ما هو ممكن قدر المستطاع لحماية المدنيين لكن الإسرائيل يقول نحن نفعل ذلك ولكن الجميع يرى الجثامين وكذلك الأطفال الذين حرقت أسامهم على شاشات التلفزيون وبالتالي ربما الأمور لا تمضي قدما وهناك قتل المدنيين قتل لا يتوقف شكرا لك ضيفنا من واشنطن السفير أعدام أعلي المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية